بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة ويخرج الأهلي من تحدي إلى تحدي وكأنه قدر يخص الأهلي ما أن يفوز حتى يدعوا القدر في مواجهة في نفس المكان وبنفس الظروف وبنفس الشروط مع منافس على نفس القدر هو الأهلي والأهلي فقط الذي يستطيع أن يواجه هذه التحديات المتتالية إبراهيم أهلا بك بشموندس وأهلا بك أعزائي المشاهدين والموعد المتجدد معكم دائما في برنامجكم ملك وكتابة هو بالفعل موعد مع التحدي موعد مع التحدي موعد مع الإرادة موعد مع اختبار روح الفنيلة الحمراء أعتقد ما حدث في أستاذ رادس دفع الجميع للشهادة بنقاء معدن لعب النادي الأهلي وقد إيه فريق النادي الأهلي فريق بطولات فريق يملك شخصية البطولة فرغ من مهمة رادس أطاح بالتراجي حمل طموحه وسافر لمائتي كيلو متر الليلة إلى سوسة المدينة الساحلية التونسية الجميلة معقل النجم الساحلية الذي يواجهه الأهلي في السابعة والنصف مساء الأحد ونصف نهاء الأميرة أبا شوانتس ابتدي بالمشاكسة معك فضل أعتقد الأهلي ليس في محل اختبار ولكنه في محل تأكيد المعنى يعني الأهلي قد تجاوز مرحلة اختبار روح الفانيلا الحمراء أو الروح وأنه القادر على تجاوز الصعاب أثبتها مرارا ولن يستطيع أحد أن يتزعى منه حتى لو ما سطفتش مر ولكن على الأهلي أن يؤكد أيها هي العملية كده ومستمرة كده ولكن وقان الله من شر سوء التوفيق أو سوء التحكيم الاتنين دول ألد عداء الأهلي أما الباقي فأنا كفيل بهم أنت كفيل بهم الأهلي كفيل بهم مش أنا يعني لا أنت فالأهلي كفيل لا لا مش أنت بدأت بمشاكسة إذن هي حلقة مهمة جدا في توقيت شديد الأهمية والحساسية لعل عنوانها الوحيد ولا يزال التحدي مستمر التحدي كان في رادس انتقل إلى سوسا انطباعك قبل ما قولك انطباعي فيه انطباع أيها لدي ما يتسبش كده لأنه لو ساب كده الشائعة تتأكد موضوعين عايزة تنقش فيهم في البداية كده الموضوع الأولاني أن هناك توجيه من إدارة القناة محدش يجيب سيرة الخطيب وحسن حمد وابتدوا انشوروا ورق كده بشكله ملعوب فيه بالكوريكتر وحاجات كده أنا مش مصدق القصة دي واتصار الأهلي أبعد ما يكون عن يصدر من مسئولي حتى القناة أمر كهذا ليه بقى؟ لأن طول عمر النادي الأهلي وسائله الإعلامية ملكي للكيان وليس للأفراد دليلي أن كل أعباء مجلس الإدارة الحالي وهم كانوا مرشحين ما كانوا أعضاء مجلس الإدارة وكان زمام القرار لدى مجلس الإدارة السابق تعرض لإقصاء متعمد من الجهة الإدارية وقتها ورغم هذا لما يتصرفوا بنفعال بالعكس أصروا على استكمال الانتخابات رغم النصائح التي قدمت إليهم ما تأجل ما تعمل ما تساوي لا أصروا على أن يدخل الأهلي في أي دوامة من دوامات واسهبوا أعضاء الجمعية العمومية يتخذ القرار وكانت القناة وأنا وإنت كنا فيها وقتها على مسافة واحدة من الجميع من هم في مقاليد الحكم والسلطة والقرار ومن هم مرشحين من الخارج واعتقد أن الجميع الذين تمتعوا بهذه الحيادية وكان لهم إطلالة مميزة من خلال حتى برنامج محدد برنامج زميل الأهل ينتخب ظهر جميع مسؤول النادي الأهلي الحاليين وهم وقتها كانوا مرشحين على شاشة القناة لم يصدر أي تعليمات بإقصاء أو حتى بعتاب أو حتى بزعل من المسؤولين في داخل النادي الأهلي وهي مسألة منطقية أنت في المجلة وحكينا هذا الكلام أن المجلة كان فيه تعليمات من أيام الكابتن نعمان في وجود الكابتن صالح الذي كان يعشقه الكابتن نعمان حتقول الكابتن صالح الأستاذ مختار حسين الدكتور حسن مصطفى كل محمد جنيدي كل المرشحين كل المرشحين ياخدوا نفس الفرصة بنفس المساحة بنفس البنط بنفس الصورة بنفس المنشت لأنه ده النادي الأهلي ده النادي الأهلي وده إحنا قيمتنا الضبط محدش فينا حيقبل أن يخرج عن هذا الإطار صحيح وإذا كان هناك أي ظل من الحقيقة يبقى المشكلة عمره ما ستكون عندنا حي سنظل على حيادنا حيادنا اللي هو إيه مسافة وحدة من الجميع هذا المجلس له علينا حق إظهار كل إيجابياته له علينا حق إذا استقر على قائمة أن تأوز القائمة حظها من التقديم وليس الدعم نحن لا ندعم أحد إحنا ندعم النادي الأهلي الدعم يكون إيه من خلال التقديم المحايد الصادق الأمين لكل الأطراف بمسافة واحدة صحيح أيضا لما تيجي تقول لأنت من اللي يجرأ يقول لي ما جيبش سيرة حسن حمد يلو الخطيئين محدش يجرأ يقول لي كلام ده وإلا يقول لي يوعد جيب سيرة تاريخ النادي الأهلي طب ما أنا هجيب سيرة الكابتن صالح مصير مختار تيتش اللي هنجيبه كتير النهاردة وجعفروالي وحمد عبود وعمر روشي هو النادي الأهلي غير هذه السوابت هو النادي الأهلي مختلف عن الجميع غير هذه السوابت هو النادي الأهلي غير إيه أجيال بتسلم بعض ومن هذا الجيل الذي تسلم النادي واقفا على قدميه والأكثر تتويجا الأكثر تتويجا والأكثر حصون على البطلات وخزنته وإن كانت خوية لكن فلوسه بره واستطاع أن يبدأ بداية قوية بمجرد ما حصل هذه الأموات وأيضا هو حيترك خزنته مليانة بإذن الله وحيستمتع بيها من هو قادم إذا كان نفس المجلس حيستمتع بثمرت عمله إذا كان آخرون حيستمتع بنجاحات هذا المجلس كله بيبني على بعضه ما فيش حاجة اسمها أنت مع مين وضد مين إحنا مع النادي الأهلي وإذا كان حد حيصنفنا دشأنه ما حدش يقدر يصنفنا قلوبنا وهوانا إحنا حرين فيه قناعتنا بنقولها اللي بيمثل نادي الأهلي اللي بيمثل أفراد يعني لما قلنا مقر واحد اتضع أن إحنا كنا عايزين نجنب الأهلي المشاكل اللي عايش فيه لحد النهار ما كناش قصدنا نضرب عاد ولما نيجي النهاردة نقول أن فيه منع هذا غير حقيقي حتى الآن أنا شخصيا جالك منع أنا ما جاليش منع وإذا حصل أهلا وسهلا نرحب بأي منع إذا كان سوف يصطدق بمبادئنا وسوابتنا ما عندناش مشكلة خالص لعل الأمر خير لكن دايما خير طب ما احنا البرنامج وقف بعد ما المجلس جديد جئ بكم شهر ولما رجع رجع أقوى لأنه هو الظروف الصعبة بتباين تمسك الناس بيه احنا الشيء اللي بت العمل الجيد العمل الصادق اللي بيحافظ عليه الجماهير مش احنا احنا حيجلنا لحظة حننتهي لكن الناس هتتذكر أنه كان فيه برنامج بيقدم الحقيقة ويدافع النادي الأهلي واحنا برضو نرجع تاني لو على المصالح يبقى عبيت اللي ما يفهمش أن مصلحته كانت أن ياخد طريق الانحاز الكامل زي وزي غيره ما هدي المصالح لكن لما تقعف على النص لا اللي هنا هيعجبه ولا اللي هنا هيعجبه لكن الحقيقة والموضوعية هيعجبه احنا لما تبص في المراية تحترم نفسك ولا لا صحية بس لما الناس تقابلك تقولك والله العظيم كنا مش عارف ايه بس بنحترمك انا مش عارف ايحبني ايه انا عايز الناس تحترمني عايز ابناء ايه يا فقار وبي عايز اسمي يفضل كده بعد عمر طويل الراجل ده كان كذا يعني كلنا كلنا المكاسب اللحظية قد تكون فيها اغراءات ولكن اغراءات مضللة الحقيقة ان الاغراء الحقيقي ان تتصق مع ذاتك وانك تبقى كبير لدرجة ان محدش يجبر عليك ويرغمك على شيء انت مش مقتنع به مصيرك في ايدك وادل الحرص اعناق الرجال ولسنا بحرصين الا على كلمة الحق دي واحد اتنين استنى ده بتجري فيه فضل الموضوع بتاع كابتن حسام ابراهيم ولا اتناوله من منظور هو كابتن حسام ابراهيم غلطان ولا مش غلطان ولا كابتن حسام ابراهيم موعود بحاجة عشان كده بيعمل كده ولا كابتن هذا مش هنقشو قال لكن هنقشو من زاوية ازدواجية المعايير ذات الاخطاء من نفس الاشخاص وغيرهم كابتن شيكبال ما كان بيوجه للجماهير وتراقص معهم على سبابهم للآهلي عندما قدم الكابتن حسام قميصه الابيض وحياه مع جماهير زمالك وهو مستفاز من التعادل الوحظة الاخيرة كل هذه الامور كانت محل ترحيب مش تحر محل محل محلش علق عليه لا اتحاد هتقول لي الاتحاد غير الاتحاد ولجنة سبابات غير لجنة سبابات ده الكلام ده لما يكون القياه مرتبطة بالاشخاص والمعايير مرتبطة بالافراد لكن احنا بنتعامل مع كيان اسمه اتحاد الكورة يجب ان يكون معاييره لو ويحو انظامه تفرد على الجميع ولو تغير الافراد وهو ده ده بقى بيؤكد كلامي في النادي الاهل ان انا لو تعملت مع الافراد هاضل سبفا اضل واضلل لكن لو تعملت مع المعايير والسوابات هعمل ايه تظل فأرشد لن اضل ما نقولك ستظل وتظل اه سأظل وتظل اه واضل ولا وادل غيري مع معايير النجاح بامانة يعني اللي انا مش مألفها اللي انا اشتها وبتسلمتها ومن وجبة اسلمها بمنتقى الامانة اتحاده كنا كان نبغي عليه ان يكون متصق مع ذاته مجيش النهاردة الحاجة اللي كنت برحب بيها من نفس الاشخاص زعلان منها ودلوقت حتى زملائه الذين تحملوا عليه دلوقت بقولوا انت مالكش مكان بنا واللي يقوله مش عارف ايه هذا حقوم محرير لكن كنت فرحانين بنفس التصرفات لكات موجهة للنادي الاهلي فانا بقولهم مش كده طب هل حصل شو بقى الفرق بقى لما النادي الاهلي اتعرض لهذا الكلام هل حصل من زملاء الملعب الكابنة حسان مبراهيم ان حد هجمه حد تبرق منه اطلاقا طبعا مين يقدر يتبرق من تاريخ حسان مبراهيم مفيش كناس مخلصة وقعتت لكن ممكن تنتقد التصرف وممكن تنصح بان كفاية بقى تصرفات تسيق لك قبل ما سيق لغيرك اه ممكن وعليها ان يقبلها باخلاص من الناس بتحبه لكن احنا مش مفقين على زوجات المعايير ما تبضلش تربي ابنك انه ما يشتم جارك ها يا حبيبي يا ابني شوفي اه تفعل عمه كلام الخايب اللي احنا بالرب بيه بعضنا ها ولما تيجي اه الاهانة لنا من نفس ابناءنا نقول دلوات ده قليل الادب لا هو قليل الادب من الاول وقليل الادب دلوقتي او مؤدب دلوقتي ومؤدب قبل كده خلي معيارك واحد او معذور قبل كده لان كان بيتقال ايه طب هم تشتموا عايزينهم يعملوا ايه مش كان بيتقال كده اه طب هم دلوقتي تشتموا عايزينهم يعملوا ايه اذا كان بقى التبرير اه في حين ان اللي شتمهم كانوا الاف ما انتش عارف مين هنا عشرات معروفين بالإسم فأنت أما تيجي تغرم بقى وتخكم ممكن الحاجة عامر حسيني يقول لك وأنا مالي وأنا كنت موجود دلوقتي بس أنت بنفس المعايير حاجة عامر اللي عقبت الكابتن السدعب الحفيز على كلمة قدرات ولما طلع الكابتن عصام عبد الفتاح وقال هو بعطل رسالة هل يبتدي الوسحة ودي مش شتيمة كلنا عملنا فيها من بانها هتيجي تقول لي أصلنا بتعامل مع تقارير لا أنت قلت هتعمل مع فيديوهات وإذا كانت التقارير هتظل تكتب من منظور واحد وفي اتجاه واحد لعنة الله على هذه التقارير احنا عايزين العدالة مرة عايزين القيم مرة ينتصر إليها ولو على حساب مين مهما كان احنا هنقول شوات أمثلة كده عشان نستعرف كده فكان يتصرف النادي الأهلي ها انت مجهز حاجات جميلة النهاردة خليكم معنا والله العظيم هتفرحوا بالنادي الأهلي بتاعكم ده بشكل وحتقولوا لازم نسلمه زي ما كل واحد فينا بيستلمه فضل أستاذ برايب عموما دلوقتي شغال في الدوري مباراة ودي دجلة واسموحها والنتيجة لعلاها حتى الآن لزادت صفر صفر لكن المقولين كان كسب النصر اتنين واحد والمصري يكسب طلاع الجيش اربعة صفر ومبارح كان الانتاج الحربي يكسب الرجاء اتنين واحد علشان يكون كابتن خالد الأماش المدير الفني للرجاء اول ضحايا الدوري من مدربية اول مدربية يتقدم باستقالة ويقبلها ناديه هو كابتن خالد الأماش من نادي الرجاء ده الاخر نتائج الدوري اللي تلعبت النهاردة لكن دعونا في البداية وقبل كل حاجة نشاطر الكابتن الكبير الكابتن شاوي عبدالشافي والكابتن الكبير عبدالعزي العبدالشافي كابتن زيزو كل الأحزان والمواساة في رحيل المغفور إسبوع تقيل أصدر الله تعالى والدة كابتن شاوي والكابتن زيزو تغمض الله الرحلة الفقيدة بواسع رحمته وألهم الكابتن شاوي والكابتن زيزو الصبر والاحتساب والسلوان إن شاء الله إسبوع تقيل أنا تلات يام وربعة كابتن مصطفى عبدو كنا لسه يدوب ربعة يعني الكابتن طالب مصطفى كابتن مصطفى عبدو كلها حاجات مؤسرة وضرامية جدا ثم بالأمس بالأمس ابن شقيق كابتن همام الشريف همام الشريف يا جماعة كان لعيف الترسانة بس هو ابن الأستاذ محمد عبدالقادر شريف عدو مجلس إدارة سابق في الأهل واحد مؤسسة يعني أحد كبار الأهل وأهلاوي جامد جدا ابن شقيقه شاب عنده حاجة وثلاثين سنة صغير وبرضو يعني توفاه الله اليوم النهاردة والدة الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي وكابتن عبدالشافي رحمة الله على الجميع واسبوع تئيل اسبوع بيذكرنا أن نعتبر ويذكرنا أننا يجب أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى مش مع البشر المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي بيلحق إن شاء الله تعالى بكرة ببعثة الأهل في سوسة رئيسا للبعث نتعرفين المهندس محمود كان سافر مع الفريق في مباراة الترجي وعاد ليباشر أعماله وشؤون النادي في القاهرة ويعود غدا السفر كما حضر وصافر أيضا المهندس سبيل عدلي مدير العلاقات الخارجية في النادي بعد ما أنجز بعض المهمات الخاصة برحلة الفريق والأهلي حدد موعد العودة إن شاء الله تعالى للقاهرة حسب ما أنجزها الكابتن سامير عدلي حيكون بإذن الله يوم الاثنين الساعة أربعة ونصف العصر يعني المباراة يوم الحد في سوسة سبعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة ثم العودة في اليوم التالي الرابعة والنصف عصرا إن شاء الله أرجع أقول لك أن صفر مسؤول رفيع المستوى بقدر رئيس النادي الأهلي اللي مثل هذه المهام في مثل هذه الظروف في مثل هذه البعثات التي لها حساسيات وليها أهمية الأهلي يخرج من الترجي إلى النجم في نفس الظروف في نفس المناخ في نفس التحديات في نفس المستوى وإذا كسب أو قدر يحقق نتيجة طيبة في المطشين حيلعب النهائي طواخين جدا جدا نحن نروح بطوط العالم الآن دي إن شاء الله ونخش تاني في المنافسة على استعادة لقب فقدناه وتقدم إن شاء الله مالك وكتبة من دبي بقى المرة ربنا ديجي لهم يا رب وأعتقد هو ده المعنى إن إحنا كلنا نشتغل لآخر لحظة لصالح النادي الآن إن شاء الله صفر الرئيس النادي أمر محمود جدا وهو عندما يسافر محمود فهذا أمر محمود وهي دي مسؤولية المسؤولين أيضا يتورسوها من جيل لجيل كابتن صالح راح كتوكو صحيح وشاف الموت قال لي حكالي وكانش لسه رئيس النادي الآن بس كابتن صالح هو في أي مكان زي كابتن بتتشوه في أي موقع أي هو أما يروح يبقى هو الليلة الكبيرة آخر رئيس النادي أما راح كتوكو آآ في الثمانين آخر رئيس النادي راح وهو رئيس النادي رأس البعصة آآ آآ ثمانية كانت صعوبة آآ جار واو وبعدين رادس يعني أنا أقول أنه دي هو ده النادي الأهلي أنك تتورس أسباب التفوق والريادة والاستمرارية والدعم الكبير والمسؤولية لأن أنت عارف البطولات دي ممكن يحصل تصرف واحد ينقذ به سمعة وينقذ به بعصة طبعا تصرف واحد صغير صحيح واخد بالك من جمهور من لعيب من إعلام ممكن يحصل رد فعل تحتاج تتواصل على عال مستوى في الدولة لما يبقى رئيس نادي بيكلم وزير شباب ولا بيكلم سفير ولا بيكلم مسؤول كبير لا هو صاحب القرار ده مجلس قدرة النادي الأهلي كل فأصبح رئاسة مثل هذه البعثات في الأدوار دي مهم جدا جدا صحيح